ما مدى سهولة غسيل الأموال في ألمانيا؟ هذا ما نريد معرفته في مدينة همبورغ سنقوم بذلك مع الحقبة الشهيرة المليئة بالنقود محطتنا الأولى ستكون في بنك فمعظم الأموال المشبوه فيها تنتهي في ألمانيا في المصارف وذلك أكثر من أي وقت مضى هذا ما تأكد لنا من خلال أبحاثنا مصرف همبورغ فوركسبانك لديه كجميع المصارف الألمانية مكتب ضبط للإبلاغ عن عمليات غسيل الأموال مهمته تعقب المشاريع غير القانونية يحاول المرء عن طريق الحريث مع الشخص المودع معرفة حيثيات الأمر وأصدقوني في الناس الذين يعملون في السوق منذ سنوات يصبح لديهم مع الوقت أشعور يمكنهم بموجبه قراءة رد فعل العميل وطريقة إجابته على الأسئلة وفيما إذا كانت إجابته عفوية ومعقولة أو إذا كان فيها ما يسير الشك ويلفت الانتباه لكن ما الذي يحدث إن كان أحدهم يرغب في تحويل نقود بهدف غسيلها يفحص البنك من خلال برمجيات كلما يدخل ويخرج من الحساب من الأمثلة على ذلك ما حدث مع أحد الطلاب كنا نعرف وضع دخله ولحظنا ارتفاع حجم من بيعاته من شراء وبيع السيارات الأمر الذي أثر الريبة وذلك بالمقارنة مع وضعه الماليكة كما أن السيارات التي كان يتجر بها والتي كان بإمكاننا معرفة نوعها من غرض المدولات الظاهرة في حسابه كانت سيارات كبيرة وفارها كما سيدس أو أودي أو ما شابه توجهنا إلى حيث يكون غسيل الأموال أسهل إنها العقارات المجال المفضل لغسيل الأموال في ألمانيا هذه الطريقة وكما علمنا من خبراء هي الطريقة التي تفضل المافيا الإيطالية استخدامها إنجو فيدلر من جامعة هامبورغ يجري بحوثا في موضوع غسيل الأموال اتخذ الإيطاليون إجراءات متزايدات ضد هذا النوع من المافيا لمنع غسيل الأموال وهذا ما دعا أصحاب هذه الجريمة المنظمة للتوجه إلى بلدان أخرى يكون فيها غسيل الأموال أكثر سهولة وألمانيا قريبة من إيطاليا جغرافيا وهي قوة اقتصادية ضخمة وهذا ما يجعل المافيا الإيطالية تسعى للمجيء إليها أعلمنا أن صالات مكينات القمار أصبحت تستخدم أكثر فأكثر في الأون الأخير لغسيل الأموال صالات مكينات القمار مناسبة جدا لغسيل الأموال وهذا يعود لسبب بسيط ألا وهو صعوبة ضبطها قانونيا فهي لا تلتزم بأحكام مناغ غسيل الأموال الواجب الانتثال لها في مجالات أخرى فصاحب وصالة قمار يمكنه التلاعب ببساطة بقيمة حجم معاملاته والادعاء بأنه قد خسر مليونا في ألعاب القمار في حين تكون الخسارة الحقيقية نصف مليون ويأخذ النصف الآخر كمكسبة عودة إلى البنك ففي النهاية لا بد للأموال المخصول أن تستثمر في وقت ما لكن ما بدى نسبة فرص كشف هذه الأموال أعتقد بأن نسبة كشفنا لها أقل من مئة بالمئة بالتأكيد فنحن لا نستطيع فعلا ضبطها تماما من يسعى لإنجاز معاملاته وفي الحقيقة لغسيل أمواله فسوف يفكر بعناية فائقة في كل خطوة يخطوها سوف يفكر بطرق تكتيكية لأخفاء غرضه الأصلي ونحن لن نستطيع اكتشاف جميع الحالات سورة ألمانيا يمكن أن تتأثر إن لم تتخذ إجراءات إيضافية لمكافحة غسيل الأموال فلدينا انتباع أن تبيض الأموال في هذا البلد لا يزال سهلا